بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على أشرف خلقه ورحمته للعالمين محمد وعلى أهل بيته وأصحابه المنتجبين قبل البدء أوجه التحية والسلام لأبناء الشعب العزيز في البحرين ولكل عائلة شهيد ودم شهيد وأسير في قيده وأنات معذب وآهات أم ثكلا إلى تلك السواعد المثابرة في ميادين التظاهرات إلى الجيل الجديد من الأحرار والثوار ممن يواصلون طريق الثورة حتى انتصارها وبلوغ أهدافها كما نوجه التحية إلى شيخنا وأب الشعب الجليل المحاصر سماحت آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وإلى بقية الرموز والقادة في سجون الظالمين وإلى أبناء الشعب كافة قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا قبل سبع سنوات من الآن في الرابع عشر من فبراير عام 2011 ميلادية انطلقت ثورة الرابع عشر من فبراير من رحم الواقع والمعانات وكان حينها مجموعة من علماء الدين والقادة السياسيين والميدانيين والنشطاء في سجون النظام على خلفية الأحداث التي انطلقت أواخر العام 2010 ميلادية وكان مرتزقة النظام والميليشيات الخليفية الإرهابية تعيث الرعب والتعذيب في الطرقات وترمي الجثث المثخنة بالتعذيب في الشوارع لبث الرعب ولم يكن حينها الإعلام وجها لما يحدث داخل البحرين وفي ظل هذه الأجواء لم يكن أكثر المحللين والمراقبين يتوقعون أن يتجاوز شعب البحرين حاجز الإرهاب الرسمي ليطلقوا ثورتهم في الرابع عشر من فبراير فجاءت ثورة الرابع عشر من فبراير كمفاجأة بعثرت خطة النظام الخليفي التي عمل عليها في فترة ما سم يزورا بالعهد الإصلاحي بداية العام 2000 ميلادية وأرجعته للمربع الأول وقام النظام بتوظيف القمع والقتل مرة أخرى ونزل الجيش الخليفي إلى الشوارع وتم إخلاء ميدان اللؤلؤ ومرة أخرى وبتوفيق الله سبحانه ومدده يفاجئ الشعب في البحرين أعداءه ويكسر شوكة الجيش الخليفي المشكل من المرتزقة ويعتصم مرة أخرى في ميدان اللؤلؤ وفقد النظام وداعمه من الإدارة الأمريكية والبريطانية وآل سعود زمام المبادرة وعمد أعداء الشعب إلى أمرين الأول تقديم مبادرة سياسية أمريكية وقطرية وسعودية لبعض قوى المعارضة وبإشراف المسؤول في الخارجية الأمريكية آنذاك فيلتمان إلا أن القوات الغازية قد غدرت وباغتت ودخلت البحرين وحينها تنصل النظام وأمريكا من هذه المبادرة والتي اتضح الهدف منها وهو شراء الوقت ومحاولة شق صفوف المغارضة وتضعيف حدة الحراك الشعبي والثوري في الشارع ونحن نرى كيف تلتزم أمريكا اليوم الصمت المطبق إزاء الاتهامات الموجهة لفضيلة الشيخ علي سلمان بخصوص اتصالاته في سياق نقاش المبادرة الأمريكية الخليجية بما يؤكد دور أمريكا التآمري على ثورات ومصالح الشعوب الأمر الثاني إعلان حالة الطوارئ في الثالث عشر من مارس 2011 من قبل النظام الخليفي ودخول القوات السعودية لإنقاذ النظام من السقوط والتي اعتقلت قادة الثورة وقمعت الحراك الشعبي والثوري بشدة وأثارت موجة من القتل والاعتقالات ولكي لا ننسى مرة أخرى تصرح الخارجية الأمريكية آنذاك بأن دخول القوات السعودية للبحرين قانوني ويتماشى مع القوانين الدولية خلال سبع سنوات من دخول القوات السعودية أزهقت الأرواح البريئة وهدمت المساجد وسيق الرجال والنساء للسجون وانتهكت الحرمات والمقدسات واعتقد آل سعود وأمريكا وبريطانيا بأنهم سينهوا حراك شعبنا البطل والمقاوم إلا أن حساباتهم تخطأ تماما كالعادة واستمرت الثورة لعامها السابع وشهدنا عنفوان الحراك وإصرار الناس على مطالبها في إحياء ذكرى ثورة الرابع عشر من فبراير قبل شهر وسوف تستمر الثورة إن شاء الله تعالى بتوفيق الله وإرادة وتضحيات أبناء شعبنا حتى بلوغ الأهداف لقد عانى شعبنا من الهيمنة الأجنبية على الحياة السياسية والاقتصادية ومقاليد الأمور الأمنية على يد البريطانيين والأمريكيين وقد استفحل الأمر عند دخول القوات السعودية الغازية وخيانة النظام الخليفي وتسليمه البلاد لتستبيحه الجحافل السعودية والإماراتية وبفعل ارتهان النظام الخليفي وخضوعه للهيمنة الأجنبية السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية فنحن نشهد الآثار الكارثية على المستوى الداخلي من القمع والقتل وإسقاط الجنسيات وأحكام الإعدام الجماعية وإفقار الشعب وعلى صعيد السياسات الخارجية نشهد الاندفاع للتطبيع وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والدخول في الأزمة الخليجية كطرف تابع ينفذ نسوات ورغبات آل سعود وافتعال العداء مع الجمهورية الإسلامية ودخول البحرين في الحلف العسكري ضد اليمن وتأدية وزير خارجية البحرين دورا متقدما في الهجوم على خصوم الرياض وأبو ضبي وبعد سبع سنوات من دخول القوات السعودية والإماراتية الغازية للبحرين يتم حصار سماحة الأب والرمز الديني والوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم وتجرم الفروض الشرعية والشعائر الدينية لأبناء الشعب ويشهد بلدنا مشاكل اقتصادية بنيوية حادة ويكون البلد على حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادي وتصل نسبة البطالة إلى أكثر من 20% حتى عد خبراء اقتصاديون البحرين بأنها في طريقها للحالة اليونانية ومن المتوقع أن يصل الدين العام قريبا إلى نسبة 100% من الدخل الوطني العام للدولة هذا والنظام الخليفي يسير قدما بقدم إثر السياسات السعودية في التقشف والضرائب ورفع الدعم وسياسات الإفقار بدل حل مشاكل شعوبهما السياسية والاقتصادية عبر الاستماع لشعوبهما ووقف المغامرات العسكرية والإنفاق على الحروب ومشاريع القمع بعد سبع سنوات من دخول القوات الغازية لدينا الآلاف في السجون وبلاد المهجر والمئات من المسقطة جنسياتهم وأحكام جماعية بالإعدام والمؤبد وتتصدر البحرين قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وفق التقارير الأممية المحايدة بعد سبع سنوات من دخول القوات الغازية يفقد أبناء الشعب الأمن على أرواحهم وأنفسهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم ويستفحل الفساد وسوء الإدارة وهدر المال العام وتغيب مشاريع التنمية لتحل محلها المشاريع العسكرية والاستخباراتية والقمعية إدراكا لواقع الهيمنة على مقدراته لبلدنا وقراره السياسي والآثار الكارثية لتسليم سيادة البلد للقوى والقوات الأجنبية ووجوب مقاومة الوجود العسكري الأجنبي في البلد فقد أطلقنا في حركة حق وتيار الوفاء الإسلامي على ذكرى دخول القوات السعودية والإماراتية الغازية للبحرين في الثالث عشر من مارس باليوم الوطني لمقاومة الاحتلال وبهذه المناسبة نؤكد على أمور مهمة أولا يطالب تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق القوات العسكرية الأجنبية بما فيها السعودية والإماراتية والأردنية والأمريكية والبريطانية بالخروج من البحرين باعتبارها قوات غير شرعية ومتواطئة في قمع الشعب وقتله وحصاره ثانيا ندعو أبناء الشعب المناضل والأبي والمقاوم في البحرين للمشاركة الفاعلة في تظاهرات وفعاليات اليوم الوطني لمقاومة المحتل ورفض ومقاومة الهيمنة الأجنبية على مقدرات البلد وتدميره ثالثا نحمل الإدارتين الأمريكية والبريطانية وزر ما يجري على أبناء الشعب بشكل يومي من جرائم باعتبارهما داعمين وراعيين مطلقين للنظام الخليفي ونحملهما مسؤولية سلامة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وبقية الرموز القادة والأسرى رابعا ندعو كافة أطياف المعارضة وأبناء الشعب للوحدة والصمود واليقضة إذا أما تتعرض له كافة الشرائح والأطياف من استهداف شامل برعاية أمريكية وبريطانية خامسا نجدد استنكارنا للتطبيع الخليفي المقيت مع الكيان الصهيوني وتسارع الخطوات في منح التطبيع ونعلن انحيازنا الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه ووقوفنا صفا واحدا مع قوى التحرر والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وغيرهم سادسا ندين ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني الأبي والصابر والمحتسب من مسلسل القتل الجماعي والقصف الأهوج لكل مظاهر الحياة وندين دعم أمريكا وبريطانيا لآلة القتل عبر صفقات السلاح والدعم اللوجستي كما ندين الصمت المريب للمجتمع الدولي عن جرائم آل سعود في اليمن أخيرا أيها الإخوة والأخوات من أبناء شعبنا الصابر لقد فاجأتم العالم بإطلاق ثورتكم وبكسر شوكة الجيش الخليفي وأربقتم حسابات الأعداء بوقفتكم لسبع سنوات تواجهون جيوشا من المرتزقة والغزاة استقدمهم النظام الخليفي من السعودية والإمارات والأردن وغيرها وسوف تكسبون الرهان وتحققون النصر ونيل المطالب فهذا وعد الله سبحانه وسنة تاريخية وبهذا نؤمن ونزداد إيمانا ويقينا بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ ارْحَمْ شُهَدَاءَ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِبِينَ فِي كُلِّ سَاحَاتِ الشَّرَفِ وَالْمُقَاوَمَةِ وَفُكَّ قَيْدَ أَسْرَانَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ